أبنائي وابناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق سر التفوق اليوم ومراجعة منهج القواعد النحوية للفصل الدراسي الأول طبعا المراجعة دي بناء على طلب كل أبنائنا طلاب وطالبات الصف الأول السنوي مرة اللي فاتت قلنا ابعتوا لنا وكتبوا وعلقوا وقولوا أنتوا عايزين مراجعة ولا عايزين امتحان فكل التعليقات يمكن مش عايزة بالغ وأقول إن كلها هم حوالي تعليقين أو تلاتة بس اللي طلبوا إن احنا ناخد امتحان لكن الأغلبية العظمة عايزة مراجعة نحو وبلاغة يعني كله مركز قوي على فرعي النحو والبلاغ وطبعا مش هينفع إن احنا نعمل مراجعة النحو والبلاغة في حلقة واحدة عشان هيبقى الموضوع مش هياخد حقه فالنهاردة عاملين مراجعة نحو يعني أي طالب ما فتحش النحو من أول السنة يتابع معنا ما فيش مشاكل هيفهم وهيستوعب وهيحل فالنهاردة هنمسك درس درس ونحاول نراجعه طبعا أكيد الحاجات ديت أو الدروس اللي علينا في الفصل الدراسي الأول هي الأفعال الناقصة والأفعال التمة ليه كانوا أخواتها؟ إمتى كان أخواتها تكون ناقصة؟ وإمتى تكون تمة؟ عندنا أفعال المقاربة والرجاء والشروع شروط عملها وعملها وعندنا كمان اكتران خبرها بإيه؟ بأن وبعد كده عندنا اعمال المشتقات السلاسة اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغ طب المنهج ده شرح قبل كده في كم حلقة؟ شرح في أربع حلقات طب النهاردة هنحاول أن احنا ندمج الأربع حلقات في حلقة إيه؟ واحدة بالعكس ده احنا النهاردة هنتدرب عليهم كمان بتدريبات خاصة أو على نظام الامتحان هناخد تدريبات كتير عشان نتعلم نحل نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع أول درس الأفعال الناقصة والأفعال التمة أول درسة عندنا في منهج الفصل الدراسي الأول كانوا أخواتها كانوا أخواتها زي احنا شايفين دولة 13 فعلي كانوا أخواتها عشان خاطر نبقى احنا عارفينهم وحفظينهم في منهم كان أصبح أضحى ظلى صارة أم سباتة ومعهم ليس خد بالك ومعهم ليس دولة اللي احنا خدناهم قبل كده لكن اللي بيزيد علينا السنة دي ما دامة ما زالة ما فاتئة ما برحة وعندي ايه منفكة دي الأفعال اللي بتزيد علينا السنة دي اللي هما الأفعال الخمسة اللي هما أفعال الاستمرار طيب نشوف بقى بعد كده اللي مطلوب دي بتعمل ايه بتدخل على الجملة الإسمية تدخل على الجملة الايه الإسمية فترفع الايه المبتدأ ويسمى ايه اسمه بتعمل ايه كمان وتنصب الخبر ويسمى ايه خبرها كده دية اللوحة الأولانية خد بالك أنت اللوحات دي هتبقى عندك كده عبارة عن داتا هتبقى عبارة عندك بيانات لمنهج القواعد النحوية ممكن ترجع لها خرائط زهنية ملخص لك العملية اللوحة الأولانية دي اللي هي لوحة كانة وأخواتها ولوحة العمل بتاعها بعد ذلك نشوف أمثلة للتوضيح عشان خاطر الناس عايزة تفهم تدخل على الجملة الإسمية ازاي كان الامتحان سهلا ما هدي كانت الامتحان سهل مبتدأ وخبر والتنين مرفوعين لما كان دخلت فبقت كان الامتحان سهلا احنا اتفقنا الفعل الناس خنا مين كان هتبقى اسم ايه كان طب بتعمل ايه بعد كده في الخبر ها بتنصبه ويسمى ايه خبر كان تبقى الامتحان هية الفعل كان واللي امتحان اعرابه وسهلا ده ايه الخبر دي نمازج بسيطة او امثلة بسيطة ليه الهدف هنا اننا عايزك تخش معايا في الدرس سنة سنة بعد كده اللوحة التانية ما زال أبوك ذا قلب او ذا قلب عفوا رحيم وان شاء الله يفضل ايه ذا قلب رحيم لآخر ايه العمر ان شاء الله طيب ما زال هنا الفعل ايه الناقص احنا عارفين ده جديد علينا السنة دي لايه افعال الاستمرار ما زالة ما دامة ما برحة ما فاتئة ما نفكة ودي اللي اسمها افعال الايه الاستمرار وطبعا دي هتلاقيها في الماضي مسبوقة بما وهتلاقيها في المضارع ممكن تبقى مسبوقة بما ممكن تبقى مسبوقة بلا يعني انا ممكن اقول ما زالة وممكن اقول ما يزال وممكن اقول لا يزال المهم انها لازم تصبق بهذا النفي عشان خاطر تبقى معايا في الجملة لكن لو ما زالة دي جات فعلي كده اسمه زالة الوحده دي زالة بمعنى انتهى او زالة بمعنى ايه محية مثلا يعني مثلا ما اقول لك وزالت اسباب الخلاف يعني انتهت اسباب الخلاف خلاص ما بقتش من ايه ما بقتش من اخوات ايه كانت بقت فعلي تام عادي زالت اسباب الخلاف اسباب هنا بقت ايه فاعل والخلاف مضاف ايه ودي جملة ايه تانية خالص طيب نشوف بقى بعد كده اللوحة دي ماذالة ابوكا زى قلب او زى قلب رحيم الفعل النقص هنا مازالة واسمه ابوكا وطبعا ابوكا مرفوع بالو اه استاذ الله واو يا استاذ انت مش قلت مرفوع بالضمة لا انا مقلتش كده انا قلت ترفع المبتدأ ويسمى اسمها ترفعه بقى على حسب علامته علامة رفع اصلية ضمة ممكن يبقى مسنة جمع المزكر سالم اسماء ايه اه خمسة لو مسنة مرفوع بالالف جمع المزكر سالم او اسماء الخمسة مرفوع بالواو وهنا ازاق الخبر بتاعها عشان هو من الاسماء الخمسة بتنصب بالالف هيبقى خبر مازال منصوب بالالف حلو او كده تمام طب احنا يا استاذ مش عارفين الكلمة اللي بعد كانوا اخواتها على طول في الامتحان احطها اسمها ولا ايه لغة اخوة معاك اللوحة دية عشان توضح لك اسم كان شكله ايه اسم كان ممكن يكون اسم ظاهر زي اصبح التلاميذ متفوقين من اللي اصبح التلاميذ خلاص الاسم هو جاي بعد اصبح او بعد كان على طول وهو اسم ظاهر خلاص وخبرها متفوقين ممكن يجي ضمير بارز واخد بالك ضمير بارز يعني ظاهر في الكلام ولو جي ضمير بارز لازم يكون ضمير بارز متصل اللي هو ضمائر الرفع الايه المتصلة اللي هي طبعا معروفة ضمائر الرفع اللي هي تق الفاعل اللي هي نالفاعلين نون النسوة وهو الجماعة ياء المخطبة الف الايه الاسنين اصبحوا متفوقين من اللي اصبحوا هم يا استاذ لا هم دي موجودة اللي هي اللي هي واو الجماعة او اصبحنا متفوقين من اللي اصبح احنا ما هي احنا دي بقى او نحن دي اللي هي نال الفاعلين يبقى اذا هنا ممكن ييجي ضمير بارز وممكن ما يبقاش موجود خالص يبقى ضمير مستتر بس ما فهم من الكلام من السياق زي ما يجيب لك جملة يقول لك السد العالي السد العالي كان حلما ثم اصبح حقيقة من اللي كان السد لا ما خلاص السد دي بقت مبتدأ وما المين اللي كان هنا اللي كان هنا بقت ضمير مستتر تقديره هو عايد على الايه على السد ثم اصبح اصبح هو ايضا هنا المثال بيقول لي اصبح متفوقا اكيد طبعا اللي هو التلميذ يبقى ضمير مستتر تقديره هو الاكس اللي انا عاملها دي دي مكان ضمير المستتر خد بالك ضمير المستتر مش موجود لفظا ولكن موجود معنى لانه مكمل اساسي للجملة وهو اسم اصبح طيب انواع خبر كانوا اخواتها عشان يبقى احنا كده ادينا كل الحاجات الاديمة الخاصة بكانوا اخوات كانوا اخواتها الخبر بتاعها ممكن يجي مفرد يجي جملة والجملة بنوعايها جملة اسمية جملة فعلية ممكن يجي شبه جملة بنوعايه بقى اللي هو ايه الظرف او الجر والايه والمجرور طب نشوف كده مع بعض مفرد ازاي يعني كلمة واحدة عبارة عن اسم هنديك امثلة بعد شوي طيب جملة يا اسمية يا فعلية شبه جملة اللي هي الظرف او جر ومجرور نفس اللوحة دي بدل كلمة واحدة وبدل التعريفات بدل الحاجات دي هنجي بلك مع بعض امثلة مفرد زي ما زال المصريون متحبين لو حبينا كده نعمل لك سهم كده ما زال ده الاسم والمصريون هنا ما زال ده الفعل عفوا والمصريون هنا اسمه ما لهم متحبين كلمة متحبين دي كلمة واحدة كلمة ايه واحدة الكلمة دي اسم ولا فعل لا دي الكلمة دي هنا يا استاذ عبارة عن اسم يبقى مفرد صارت طالب مين اللي صار الطالب ماله ماله دي بقى هتديني ثقافته واسعة اه ثقافته واسعة على بعضها دي يا استاذ دي جملة جملة ايه جملة اسمية لاحظ فيها ايه لاحظ فيها ضمير يعود على اسم كان ليه ثقافات هو الهاء عايدة على الطالب ده بيسمى الرابط ودي تبقى جملة اسمية لكن أمسى الطالب عرفنا أن الأمسى الطالب أمسى يزاكر طيب ما يزاكر يا أستاذ كلمة واحدة يعني خبر مفرد أقول لك خطأ إجابتك خطأ شرط أن يكون كلمة واحدة والكلمة دي تكون اسم إنما لو كانت فعل ما هي بقت فعل والفعل بتاعه ضمير مستتر وإحنا اتفقنا الضمير المستتر كيانه موجود في الجملة هو الركن أساسي هنا في الجملة لأنه فاعل من اللي بيزاكر يزاكر هو عايدة على الطالب يبقى الرابط هنا ضمير مستتر ويبقى جملة فعلية طيب ادينا أمثلة للشبه جملة نشوفه ليس أخي في البيت في البيت وظل القب بين أبنائه بين هنا ظرف يبقى ده شبه جملة دي كده أنواع خبر كانوا أخواتها ادينا تطبيق تطبيق بسيط ظل اللاعبون يتدربون فين هنا الخبر بتاع ظل ما هيسأل نفسك من اللي ظل اللاعبون ظلوا إيه يتدربون يبقى الخبر يتدربون كلمة واحدة آه واخد بالك هي مش كلمة واحدة عشان تبقى عارفها كلمتين يتدرب الفعل وهو الجماعة الضمير اللي هو الضمير المتصل وده يعتبر كلمة يبقى إذن هنا يتدربون ده الخبر وده فعل يبقى ده خبر جملة إيه فعلية وطبعا وهو الجماعة هي اللي ربطت ما بين جملة الخبر وإيه والإسم ما بين جملة خبر ظل وإسم ظل طيب مثال آخر أصبح الطالب مستواه جيد هنا مين اللي أصبح الطالب طيب الخبر بتاع أصبح مستواه جيد وده جملة إسمية وهنا طالب هيسألني سؤال مفروض ما يسألوش بس أنا حاسس أن بعض الطالبة بتحب تسأل الأسئلة دي يعني حاسس بيك وإيه السؤال ده هقول لك أستاذ قلت لنا كان بترفع المبتدأ وتنسب الخبر يبقى مستواه جيد ده جملة إسمية لما نيجي نقول له نقول له دي إيه خبر أصبح مثلا في المثال هنا خبر أصبح منصوب بالفتحة ولا بالألف ولا بالياء ولا بشعار فيها هقول لك طبعا إجابتك مش مزبوطة هي هنا مستواه جيد على بعضها دي جملة إسمية مستواه مستواه هنا مبتدأ مرفوع والهقدامين المبني في حل جر المدافئ ليه وجيد خبر المبتدأ مرفوع بالدم والجملة بقى ليه جملة مستواه جيد على بعضها من المبتدأ وخبره في محل في محل خد بالك في محل نصب خبر أصبح طيب هنا تاني أمثلة أطحى الفلاحه في الحقل طبعا إلا أطحى الفلاح في مكانه الطبيعي اللي هو في الحقل فيه حرف جر والحقل مجرور يبقى شبه إيه جملة وهنا لما أقول باتت طالبه مفكرا هنا من اللي باتت الطالب بات إيه مفكرا ده الخبر وهنا بقى ده اللي كلمة واحدة ويعتبر هنا إيه نوعها إسم يبقى مفرد يبقى فيه فرق ما بين باتت طالب مفكرا ده نوعه مفرد وباتت طالب يفكر وده نوعه هنا جملة إيه فعلية خد بالك احنا ما نعرفش في الامتحان طبيعة الأسئلة اللي بيحط الأسئلة دلوقتي مفتوح عنده ملعب مفتوح خلاص الامتحان يعتمد على الفهم يعني شوف سؤال زي ده ممكن انت تستهطر به ان يجيب لك بات الطالب يفكر وبات الطالب مفكرا ويقول لك نوع الخبر في الجملتين على الترتيب ويحط لك بقى يقول لك مفرد جملة فعلية ولا جملة اسمية جملة فعلية ولا مفرد مفرد ولا جملة فعلية يلغبطك كده فانت هتختار الاختيار المناسب لان النحو طبعا تراكمي ما تقدرش تلزمه بمنهج معين اه هو هيركز على منهج هذا العام ولكن بيجيب لك حاجات من مناهج الاعوام الايه السابقة تعال كده نشوف الافعال الناقصة ممكن تبقى افعال تامة عشان كده نبقى اول درس خلصنا الافعال التامة هي اصلا كانت افعال ناقصة في الاول مثلا كان اخوتها اذا اكتفت بمرفوعها ولم تحتاج الى منصوب يعني لم تحتاج الى منصوب ها في الحالة دي بقت تامة وبالتالي يا استاذ تامة طب اللي وراها اسمها يعني مثلا او هنا ايه اصبح الصبح لما نقول مثلا اصبحنا واصبح الصبح الصبح هنا يا استاذ ايه مين اللي اصبح الصبح يعني جي الصبح فالصبح هنا تامة قصد الصبح هنا هتبقى المرفوع يتعير باسم اصبحة لا اهما انت لو اعربته اسم اصبحة ملزم ان انت تجيب الخبر وما ليعرب ايه استاذ يعرب فاعل يبقى الفعل التام يرفع فاعلا ما يرفعش اسم يرفع ايه فاعلا طيب خد بالك عشان الطلبة بتطلقبك يقول لك يا استاذ كان مثلا الطالب متفوقا من اللي كان يا أستاذ الطالب كان متفوق الجملة كملة يا أستاذ كان تمة أقول لك خطأ هي كان تمة لما ما تحتاجش الخبر لكن هنا كانت طالب بوسكت محتاج أن تقول متفوقا إذن هي من غير هي محتاجة الخبر فهي نقصة فإذن كان اللي لها اسمه وليها خبر تبقى كان نقصة واللي لها فاعل فقط تبقى كان تمة واللي يسرع على بقي أخواتها تعالك هنا نشوف مع بعض المثال بيقول اجتهد الطلاب فكان النجاح من اللي كان النجاح يبقى النجاح فاعل على طول لأنه ما فيش خبر وكان هنا تبقى تمة يبقى لما ندهلك كده في خريطة ذهنية ونقول الأفعال الناقصة زل الظل الطالب يزاكر اشتغل معايا من اللي زل الطالب حلو أو فكان النجاح طيب من اللي زل الطالب زل ايه يزاكر يا أستاذ دي احتاجت لخبر يكمل معناها يبقى دي ناقصة وهنا فكان النجاح ايه تحقق النجاح وقع النجاح حدث النجاح تم النجاح يبقى هنا مش بيحتاج خبر تبقى كان تامة وبالتالي لما اقول زل الطالب يزاكر نفس المثال حتى أصبح الصبح خلاص عرفنا انه زل هنا ايه انه زل هنا ناقصة وأصبح الصبح يعني جاء الايه الصبح يبقى في الحالة دي هنا الصبح فاعل تبقى أصبح تامة دي كده كانت كانوا أخواتها بالقواعد ندي كده مثالين يوضحوا العملية عشان خاطر نخشها للدرس اللي بعده يظل المؤمن يعبد الله مدامة الحياة عندي فعالين كده من الأفعال الناقصة احنا واخدينه هنقول بقى عليها الأفعال النسخة من الأفعال الايه النسخة نمرة واحد يظل هتسأل نفسك سؤال مين اللي يظل الاجابة هتجيلك المؤمن انت لهتجاوب برضو طب يظل ايه يظل يعبد الله خلاص محتاج يعبد الله انت محتاجها يبقى يظل هنا ناقصة يبقى في الحالة دي المؤمن تتقال عليها ايه فعل مرفوع بالضمة ولا اسم يظل اكيد طبعا اسم يظل مرفوع بالضمة مدامة الحياة اه يعني ايه مدامة او مين اللي مدامة الحياة محتاج حاجة تام لأ اذا مدامة بمعنى ما بقيت ماشي وتبقى هنا مدامة فعل تام والحياة هنا فاعل وتبقى ايجابتي اهية الاجابة النموذجية للمثال دوت طيب صبرنا فكان النصر خلاص صبرنا فتم النصر فوقع النصر بقى النصر فاعل وكان فعلا ايه تاما بمعنى تم او ايه او حدث دي كانت كانة واخواتها نخش بقى على كده واخواتها كلها عائلات عائلات جاية مع بعضها فانت لازم تبقى عارف ايه عارف القانون بتاع هذه الايه العائلة خلاص خلصنا كانت اخواتها وعرفنا القانون بتاعها انها تدخل على الجملة ترفع المبتدأ وتنسب اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها يبقى لما اجا اقولك افعال المقربة والرجاء والشروع بتعمل عمل كانة واخواتها يبقى تلقاء انت عارف انها بترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها عارف السؤال انت هتسأله سؤال مهم وسؤال في محله ممكن اي حد عادي بيتفرج مش لازم يكون طالب في الصف الاول السنوي بيتفرج هيخطر في ذهنه استاذ احمد قال لنا كانة واخواتها والدانة كانة والعيلة كلها كلهم 13 فعل يعني كان لها 12 اخت طيب دلوقتي بيقول لي كده واخواتها وبيقول لي بتعمل عمل كانة واخواتها يعني هم اخوات مثلا بس اخوات غير اشقاء ولا ايه القضية هقولك اكيد في حاجة جديدة لان لو كده واخواتها هم اخوات كانة بالزبط وبيعملوا بنفس الشروط بالزبط ما كنت شدتها وكنت هتبقى من اخوات كانة كادة واخواتها واخواتها كلهم هينضموا ايه ليها امال ايه القصة قصة تانية نفهم مع بعض ونشوف القعدة ليه انا خدت كادة واخواتها لوحدهم رغم انها بتعمل عمل كانة واخواتها طيب العائلة هي شجرة العائلة عندها هي بالخريطة الزهنية افعال المقاربة كادة قربة او شكة ودي سموها المقاربة لانها تدل على قرب حدوث الفعل كادة الحلقة ان تنتهي خلاص الرابط رجاء اللي هي عسى وحرى واخلولكا ان انت بايه بترجو حدوث الفعل عسل لصة ان يتوب اخلولكا الطالب ايه يزاكر انت بتتمنى له انه يزاكر شروع بدأ اخذ شرع طفق انشأ وهب وجعل ودي من الافعال اللي هي كلها بمعنى بدأ بمعنى بدأ خد بالك عشان فيه افعال دي ممكن تستخدم بمعنى اخر يعني ممكن انشأة دي تستخدم بمعنى شيدة او بنا هبه هنا ممكن تستخدم بمعنى ايه بمعنى اسرعة جعل هنا ممكن تستخدم بايه تفيد التحويل زي ما اقول جعل المبرد الماء ثلجا ويبقى هنا بتنصب ايه مفعولين اصلهما المبتدأ والايه والخبر فالرابط هنا والظابط ايه ان لازم تكون بمعنى بدأ طب فيه حاجة تانية توضحها اه اللي جاية دي اللوحة اللي جاية بتقول انها بتعمل عمل كانة واخواتها بشروط عشان تخرج من قعدة كانة واخواتها حرفيا ما هي الشروط دي ان يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع يا استاذ انت كانة واخواتنا ديتنا الحرية كانة واخواتها عندها حرية شوية خبرها يجي مفرد يجي جملة اسمية فعلية يجي شبه جملة زرفة او جر ومجرور لكن هنا قيدتها اه هنا مقيدة لازم خبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع طب لو هي مش جملة فعلية خبرها وفعلها مضارع وما بقاش جملة فعلية بقت فعل تام عادي يرفع فعل وقد ينصب مفعولا به بدأ الطالب ها يزاكر لكن معا كان ممكن تقول كان الطالب مذاكرا او اصبح الطالب مذاكرا اصبح الطالب مذاكرته جيدة اصبح الطالب في البيت يزاكر او في البيت او اصبح الطالب بين زملائه ممكن لكن هنا بدأ الطالب يزاكر خلاص مفيش غير ايه غير الخبر لازم ييجي جملة فعلية وفعلها مضارع الشرط التاني خص بزمن هذه الافعال لازم زمن الافعال دي كلها يبقى ماضي ما عدا كده واوشكة كده وايه واوشكة بيعمل منهما المضارع والماضي ممكن اقول يوشك الوردة ان يتفتح يوشك الوردة ان ايه ان يتفتح لكن ما ينفعش اقول يبدأ المهندس ان يخطب هقول يبدأ المهندس التخطيط وبقت فعل تام وخرجت من منظومة الافعال المقربة والرجاء والشروع اذا هنا هي العملية بس عملية عملية تنظيمية شرطين اساسيين خبرها هي جملة فعلية زمنها يبقى في الماضي اتعامل معها على انها افعال جامدة عشان تبقى من افعال المقربة والرجاء والشروع عدا ايه عدا فعلين اللي هم مين اللي هم كده واوشكة ممكن تقول كادة او يكاد او تكاد واوشكة تقول ايه يوشك او توشك لغاية هنا تمام لغاية هنا تمام تعال نشوف الحكم اكتران خبرها بان ده بيجي فيه سؤال في الامتحاد يعني في الامتحاد وارد انه يجيب لك سؤال تافه بالفعل هو سؤال تافه لان هم اربع كلمات انت هتحفظهم اللي هم يقل يكسر يجب يمتنع بس تبقى عارف الكلمة دي موجهة لمين بص كده عندك كادة وقربة يقل يبقى الفعل كادة وقربة وانت مغمد لو جيف الامتحاد حكم اكترانه يقل مش مطلوب منه غير تقول يقل اوشكة وعسة يكثر وبيديك هؤ مثال كادة الاولاد يصلون على اساس ان الفعل المدرع هنا مرفوع بسبوط النون او كادة الاولاد ان يصلوا لما دخلت عليه ان اصبح منصوب بحسف النون لكن مع عسة عسى الطلاب ان ينجحوا او ايه ينجحون يا استاذ انت ليه مع كادة حطيت يصلوني الاول وما عسى حطيت ان ينجحوا ما احنا اتفقنا كادة يقل وكلمة يقل دي يعني ايه يعني ينفع يقترن بان وينفع لا يقترن بان بس الافضل ان لا يقترن زي انت كده بالزبط لما بقولك مثلا انت بتشرب ايه الصبح بتشرب لبن تقول لي قليل يبقى معناها ان انت ما تفضلش ان انت تشربه احيانا بتشربه يعني بتشربه ما بتشربش بس الاغلب ايه الاغلب ايه ما بتشربوش فهنا نفس القصة كادة وقربة يقل عسى واوشكة يكثر طيب عندي نوعين عندي افعال تاني اه انا كده خدت اوشكة من المقاربة مع عسى من الرجاء يفضل اتنين في الرجاء اللي هم مين حرة واخلولقة يجب يبقى لما تلاقي حرة اخلولقة لازم الجملة الفعلية اللي جاي خبر يبقى مبدوء بان حرة المصريونة ان على طول اخلولقة ان افعال الشراء يمتنع يبقى لما تلاقي بدأ اخذ انشأ اتفق شرعة هب جعلة يبقى لازم تلاقي الفعل على طول ما تلاقيش ان لانه بيمتنع يبقى خلاص اربع كلمات بسيطة وتحفظوا تعالى ندي نموذج كده نطبق به عسى السلامه ان يعم الكون اه الفعل هنا يا استاذ عسى وطبعا تبقى للتقسيمة اللي حضرتك عملتها عسى دي يعني انت بتتمنى يبقى عسى هنا فعل رجاء اه نوعه يبقى رجاء اللي هو الفايدة بتاعته او الافادة من اللي عسى السلام يبقى السلام اسمه عسى مرفوع بتضم الخبر لازم يبقى جملة فعلية عسى بيكسر يعني يفضل تيجي ان لكن لو ما جاتش صحيحة الجملة يبقى ان يا عم وحكم الاكتران يكسر وتبقى اللوحة كده دي اجابتها النموذجية طبعا انت حمش بيجي بالشكل دوت ولكن انت بنت عشان توصل لمرحلة ان انت تختار الاختيار الصحيح من الاربعة لازم تعمل كل اللي انا بعمله دوت في ذهنك وتسترجع الخريطة الايه الزهنية طيب بدأ الاولاد يلعبون الفعل هنا يا استاذ بدأ وبدأ ده احنا عارفينه خلاص بدأ يعني ها شرع في تنفيذ الفعل يبقى شروع مين اللي بدأ الاولاد طب بدأوا ايه يا استاذ يلعبون الله فين ان ما احنا عارفين ان بدأ يمتنع يبقى من ينفعش اقول يبقى لو جابه لك في التصويب كده قالك في الاختيارات مثلا قالك بدأ الاولاد وحطيلك في الاختيارات بدأ الاولاد يلعبوا او يلعبون او ان يلعبون او ان يلعبوا هتختار يلعبون طب ليه استاذ ما قلتش يلعبوا ما ما فيهش ان ما اصلا يلعبوا هنا انت حزفت النون ده ده فعل مرفوع بثبوت النون يبقى يبقى لازم تكون اجابتك مطبكة لكل المواصفات انت مركز في جهة هو جالك من جهة اخرى خد بالك من الحتة دي طيب نشوف اللوحة بتاعتنا ديت ونحاول نجيب لكم حلها ايوة اهو ده الحل بتاع اللوحة ديت كده احنا معنا مثال تاني او شكى الفيلمه ان ينتهي الفعل هنا مين او شكى يا استاذ نوعه ايه مقاربة اسمه الفيلم خبره ان ينتهي او شكى ما عسى يبقى حكم الاكتران يكثر حكم الاكتران ايه يكثر طيب حرى الطلاب ان يذكره خد بالك انا عشان بقى جبتلك كله كده هجب لك لسه مثال تاني على ايه على كده وقربة عشان انا جبتلك دلوقتي اللي يكثر وجبتلك اللي يمتنع هنا اللي يجب بقى حرى فعل رجاء زي عسى حرى الطلاب اسمها ما لهم ان يذكره طيب حرى ده فعل ايه رجاء طيب حكم الاكتران ايه يجب يبقى هنا مع حرى يجب الايه الاكتران بقى اخر مثال في الافعال ديت يكاد الظلام ينقشع الفعل هنا يكاد يا استاذ يكاد ده جاية مضارع وحضرتك قلت الزمن ماضي لا انت تركز معايا ما انت ماخدتش بالك انا قلت الزمن ماضي في كل الافعال دي ما عادة كادة واوشكة دول معاهم استثناء دول معاهم رخصة معاهم ترخيص انهم يجوا في الماضي ويجوا في المضارع لظروفهم بقى المناسبة ظروفهم تناسب الزمن الماضي وتناسب الزمن الايه المضارع يعني دول معاهم استثناء اه معاهم استثناء يبقى نحفظهم اللهم كده وايه واوشكة ممكن تلاقيهم في زمن المضارع يكاد تكاد توشك يوشك طيب هنا حكم الاكترام بتاعها كده ايه يقل يبقى ايزا هنا خدت كده اتدربت على حكم الاكترام باللوحات بتاعتنا ديت ونبدأ بقى نخش في الايه في المعمعة الكبيرة احنا كده خدنا افعال التامة والناقصة وخدنا كانا واخواتها كده واخواتها عايزك بس تعرف معلومة مهمة ايه ايه المعلومة هو في الجمل كان الاول بتبقى قطعة فكان بتغلبنا دلوقتي في الجمل اللي بيجيبها يعني جيه سؤال في العام الماضي قالك ميز مما يلي ها ميز مما يلي الفعل النقص وما جابش كانا واخواتها في الجمل خالص صحيح ما هي كده واخواتها اساسا هي تعتبر افعال نقصة برضو لما يكون لها اسم ولها خبر جملة فعلية خلص بقيت افعال ايه افعال نقصة يعني مش شرط يا استاذ ان ما يقول لي فعل نقص بها كانا واخواتها لا مش شرط ما هو المثال ما كانش فيه اصلا اي جملة فيها كانا واخواتها طيب يا استاذ فريد امحطت لي جملة فيها كانا واخواتها وثلاث جمل تانين فيهم افعال المقاربة والرجاء والشروع لازم تتأكد ان كانا او اخواتها في الجملة دي نقصها ما ممكن يجيبها لك تامة ويبقى هو بي لغبطك لا انت لازم تاخد بالك وتبقى قاعد مصحصح للا ايه الامتحان واحنا قلنا في حلقات سر التفوق يمكن قبل الحلقات كان فيه حد بيسألني قبل الحلقة على مراجعة زي الطالب يراجع قلت خلاص الموضوع ان انت تمسك ملزمة مراجعة وورق وتمسك مثلا حاجة فيها 30-20 وورق اتقول هم دول ما فيش الكلام ده انتهى خلاص دلوقتي انت لازم تحل امتحانات كتير لان انت دلوقتي بتتدرب على نظام يعني احنا بندربك على نظام لا نعطيك ايه اسئلة تأتي بعينها احنا بندربك على النظام بنيديك افقار مشابهة الافقار الايه الامتحان يبقى العملية دلوقتي بقت عايز اقول ايه الحاجة الاعتمادي الاساسي بقى على عقل الطالب ولازم الطالب يبقى عنده العقلية الناقدة الحاجات اللي بتحتاج شرح احنا بنشرحها لك الحاجات اللي بنعلمك ازاي ان انت يبقى عندك الفحص للسؤال وتعرف تختاري الاجابة الايه الصحيحة كل ده الحمد لله عملناه على مدار الحلقات الايه السابقة ولسه معانا حلقات من هنا لغاية ليلة الامتحان كلها ان شاء الله تبقى مهمة ومفيدة تعالا بقى نشوف طالب بيسألني دلوقتي احنا اتفقنا ان فيه طالب قاعد قدامي ما فتحش كتاب النحو من اول السنة ففهم الحمد لله الدرسين فيههمهم طيب هيفهم اللي جاين هيفهمهم ان شاء الله فالطالب ده تفاجئ قال لي اعمال المشتقات اسم الفاعل صيغ المبلغة اسم المفعول يا استاذ احنا اخدناهم السنة اللي فاتت بسنة مش فاكرهم اذا الدرس ده اذا هنا الجزء ده منقسم لشقين الجزء الاولاني اللي هو الصوغ اسم الفاعل وسيغ المبلغة واسم المفعول ودي مهارة المفروض ان الطالب طلع بها من العام الماضي يعني المفروض ان هي اصلا مش مشروحة في الكتب هذا العام المفروض يتشرح له الاعمال لكن احنا طبعا هنحاول نحط الطالب بتاعنا على المصاري السليم كل المدرسين بيعملوا كده اللي هم كل الزملاء معلمة ومعلمات اللغة العربية يجي للطالب يقول له اسم الفاعل تعال كده بص معايا هوريك اسم الفاعل تعمله ازاي صوغ اسم الفاعل قالك لو عندك فعل سلاسي يبقى اسم الفاعل اسم الفاعل بيطاعه على وزن فاعل يعني انت في الامتحان لما يجيب لك مشتقه يقول لك حدد نوعه يبقى انت لازم تبقى عارف المشتقه دوت ايه فانا لقيت كلمة كاتب على وزن فاعل تبقى اسم فاعل سلاسي يا استاذ يبقى كاتب كاتب طرى طائر اخذ 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 دع داع وممكن تبقى داعي طيب دي هنبقى نتكلم فيها غير السلاسي عندك الفاعل غير سلاسي زي استفادة هجيبه ازاي يا استاذ قالك هات المدرع جنبه على طول يستفيد صح كده وشيل حرف المدرع سواء قلت يا استفيد استفيد نستفيد تستفيد اللي هي حروف انايته دي كلها مدرع شيل حرف المدرع حط بداله مين مضمومة اكثر ما قبل الاخر تلقى ادتك ايه مستفيد ده بيسال كده يا استاذ ما تبين هلي كده بطريقة اوضح هقولك بص لللوحة اللي جاية دي خد الفعل فوق كده تسلحة الساهم ينزل ايه يا تسلح ده المدارع مين مضمومة القصر ما قبل الاخر متسلح فيقولك ايه كن طالبا متسلحا بالعلم اكرم يكرم مكرم الابو او نقول مثلا ايه الرجل مكرم ضيفه تعاون يا تعاون متعاون كلنا متعاونون يعني كلنا بنتعاون احنا اللي بنعمل الفعل امن يؤمن مؤمن باذن الله كلنا ايه مؤمنون طيب اذا هنا اوزان بقى سيغة المبلغة كده خلاص انا عرفت اسم الفاعل اوزان سيغة المبلغة هم خمس اوزان محفوظين واسم وسيغة المبلغة احنا عارفين هي على فكرة صيغة المبلغة المفروض هي مشتقة من الفعل هي مشتقة منين من الفعل ولكن هي طبعا لما بنيجي نتكلم بنقول ان هي بمعنى اسم الفاعل بس بتعبر عن القصرة يعني الفرق بينها واسم الفاعل ان هي فيها القصرة في حدوث الفعل فيه فرق بين صادق وبين صدوق صدوق كثير الفعل كمان بيجي ساعات في الامتحان يقول لي حول اسم الفاعل لصيغة ايه مبلغة لكن هي بتشتق من الافعال السلاسية غالبا ونادرا ما تشتق من الفعل الغير سلاسي اللي هما بيقوا من غير السلاسي حاجات بسيطة اللي بتبقى في وزن في الغالب بتبقى في وزن مفعال زي معطأ من ايه من اعطى ومغور من ايه من اغارة ومفضاء من افضى وهكذا طيب تعالا كده هنا نشوف الخمس اوزان فعول فعيل فعال وهنا فعول زي عطوف شكور صدوق وفعيل رحيم سميع حفيز ثاني عطوف شكور صدوق رحيم سميع حفيز طب فعال زي غفار وتواب وجذاب يبقى فعال زي غفار وتواب وجذاب دول كده اللي هما اوزان التلاتة لكن في وزنين تانيين اللي هما مفعال وفعل مفعال زي معطأ مقدم مغور وفعل زي حزر ويقز ونشط حزر ويقز وايه ونشط طيب نشوف بقى بعد كده عايز بس اقول حاجة برضو الابناء عشان ابناء اللي متابعيني احنا هنحاول في اخر ان شاء الله في اخر ربع ساعة كده نعمل ايه يبقى فيه تليفونات اللي تتصلوا بينا يعني في اخر ربع ساعة عشان خاطر هيبقى فيه تدريبات بس اخلص شرح الدرسين لفضلين هيبقى فيه تدريبات خش بقى وشارك معايا شوف انت فهمت ايه وتعلمت ايه في الحلقة دي وفي الحلقات السابقة وشارك معايا في حل الايه في حل التدريبات يبقى النهاردة عايزين منك مشاركة مع الحلقة طيب مفعال زي معطاء ومقدام ومغور وفعل زي حزر وزي يقز وزي نشط انا مطلوب مني اطلع سيغة المبالغة في الامتحان خلي بالك هو في الاغلب الاسئلة هيقول لك المشتقي ده نوعه ايه مثلا او يقول لك اعرف ما تحتها خط فانت لازم تبقى عارف الكلمة اللي حطيت لك تحتها خط هل هي في جملة فعلية او جملة اسمية ولا هل هي وقع معمول لاسم فاعل ولا اسم مفعول ولا سيغة مبالغة طب احنا كده عرفنا اوزان اسم الفاعل اوزان سيغة المبالغة لسه ما تكلمناش عن العمل طب اسم المفعول قالك بالثلاثة يجي على وزن مفعول زي معروف محفوظ مكتوب معلوم يعني ايه ما هي عرفة معروف وحفظة محفوظ وكتب مكتوب وعلمة معلوم استنى يا استاذ ايه اللي انت بتقوله ده ايه عرفة ايه حفظة ايه كتبة ايه علمة دي ليه بتقول كده ليه بتعمل كده اما اللي دربه فهو مضروب الله يعني ايه يعني اسم الفاعل بجيبه من فاعل مبني للمعلوم لكن اسم المفعول بجيبه من فاعل مبني للمجهول يبقى في الامتحان لما يقولي الفاعل او اسم المفعول محفوظ فاعله ايه وحطي الاختيارات هختار المبني للمجهول اللي متشكل بتضم في اوله وكسر قبل الاخر هختار حفيظة مش هاخد حافزة هاخد حفظة هو ده اللي انا ايه إلا نهاره طيب غير السلاسي هذه الفعل استخرجة بقى إيه بقى يستخرج برضو مبني للمجهول شيل يا المدرعة حط مين مضموم وافتح مقابل الآخر مستخرج طيب بتوضيح بأمثلة كتيرة ثقف يثقف موسقف في فرق المعلم مثقف تلاميزه أنا بثقفك يبقى اسمي فاعل لكن التلاميز مثقفون في حد اللي بيثقفهم اللي هو إيه المعلم وهكذا استطاع يستطاع مستطاع أنت تستطيع فأنت مستطيع إنما اسم المفعول يستطاع يبقى مستطاع احترم يحترم محترم أنت محترم غيرك يبقى اسمي فاعل لكن أنت محترم من الناس اسمي مفعول خد بالك التشكيل مش قصة في الامتحان مش بالنسبة لك بالنسبة للي فهم الجملة لو ما عمل لكش تشكيل انت فاهم من السياق في فرق قوي ما يقول لك المعلم ويجيب كلمة الكلمة محترم أو محترم المعلم ويجيب الكلمة ويقول من طلابه خلاص تبقى محترم مش محترم تبقى محترم إذا السياق هو اللي بيحدد أعادة يعاده معاد ويمكن السنة اللي فات جي في الامتحان اللي هو أعدة وكان طبعا اسم المفعول بتاعها اللي هو معادة اسم المفعول بقى من السلاس المعتل آه دي حاجة كده إيه إضافية إن ممكن يبقى الفعل معتل زي قال أو باع ويدا معتل أجوف هنا قال ليه وباع ليه لأن قال معتل واوي قال يقول وباع معتل إيه الأجوف اليائي باع يبيع في الحالة دي بتحط مين مفتوحة على الفعل المضارع قال يقول وماقول باع يبيعه ما بيع مش مطلوب منك إن انت تعرف أو إن انت تقول ليه تقلبت ليه حطيت واو وشلت لأن دي فيها حاجات فيها قواعد كتيرة مش مكررة علينا ومقالة يقول وماقول باع يبيعه ما بيع فأنت لو جاب لك صامة تقوم كأيل كده صامة يصوم يبقى مصوم ماشي طيب صامة يصون مصون طيب لو كان ناقص يعني آخره حرف علة برضو هنا فيه ناقص واوي وناقص يائي يعني دع هات المدارع يدعو مدعو هدى يهدي مهدي ده ناقص ايه يائي يبقى كده خدنا كيفية صوغ اسم الفاعل اسم المفعول سيغ المبلغة انتو عارفينهم بس أنا باخد الكلام ده ليه لأن الجمل أو السياق حكت الجمل النوعين ممكن في الأسئلة يجيب لي مشتق ويقول لي نوعه ايه فلازم أعرف ده اسم الفاعل ولا اسم مفعول ولا سيغيك مبلغة وممكن يجيب لي فاعل ويقول لك حوله الاسم مفعول حوله الاسم فاعل فانت لازم تكون عارف هتعمل ايه طيب احنا عرفنا كده يا أستاذ اسم الفاعل من سيغة المبلغة من اسم المفعول الاعمال ده ايه أو الجديد علينا السنة دي ايه الجديد اهو الجديد ان شروط اعمال المشتقات اذا كان المشتق معرف بقال يعمل مطلقا زي القائل الصبق محبوب خلاص القائل الصبق محبوب القائل هنا هي اسم الايه الفاعل في ألف ولم القائل الصدق عامل لانه بيعمل بلا شروط الكاتوم السر محبوب بس طبعا انا ما قلتش هو عامل عمل ايه يعني لسه لان دي في اللوحات اللي بعد كده الكاتوم السر محبوب خلاص الكاتوم يعني الذي كتم السر اذا انا معرف في قال يبقى عامل دي سيغة مبلغة المحمود سلوكه سلوكه محبوب ده اسم المفعول المحمود ويبقى في الحالة دي هنا في ألف ولم يبقى يعمل بلا شروط حتى بقى مهم ما عايز اقولها هنا لاحظ ان اسم الفاعل سيغة المبلغة اسم المفعول هنا بتدل على ايه على فعل فعلا يعني ايه القائل يعني الذي قال الكاتوم الذي كتم المحمود الذي حمد لكن احيانا في اسماء فاعل مثلا واسماء الفاعل دي لا تدل هنا على ايه لا تدل على اسم فاعل لانها بتدل على ذات زي مثال مثلا طالبة كانت بعتلي سؤال شفتوش غير مبارح بتقول المحامي مدرك اهمية مثلا كذا فهنا قالتلي فين هنا اسم الفاعل العامل انا عندي اسمين فاعل يعني لا عندي اسم فاعل عندي طبعا هنا اللي هو ايه اللي هو كلمة ايه مدرك فهنا كلمة او ممكن تكون كانت الطالب الطالب مدرك اهمية امتحان اه الطالب مدرك اهمية الامتحان هنا الطالب اه اسم فاعل بس خد بالك الطالب هنا ايه الطالب هنا اسم ها اسم ذات دلت على واحد شغلته ايه طالب ما قالش الطالب حقوقه لكن هو الطالب يعني الطالب اللي بيدرس لو قال الطالب حقوقه الطالب علما ماشي لكن كلمة الطالب دلت على ذات زي الطالب زي المهندس طالما انه هو ما اعتبرهش انه هو بيطلب حاجة او انه هو مثلا بيبقى المعلم بيعلم حاجة لكن في البيت الشعر اللي هو يا ايها المعلم غيره خلاص هنا اصبح الكلام مش على المدرس فقط على اي حد بيعلم حد ايه غيره طيب يبقى اذا كان معرف بقال يعمل بلا ايه شروط طب هنا بقى اذا كان مش محرف بقال يا استاذ وهذا كثير يعمل بشرطين الشرط الاولاني ده شرط ثابت انه بيدل على الحلقة والاستقبال يعني ايه يعني من الاخر كده ما يبقاش فيه لفظ صريح للماضي زي امس السنة الماضية الشهر الماضي الالفاظ اللي هي بتتكلم عن الماضي صريحة صراحة طيب حاجة تانية يعتمد على حاجة من اربعة يعتمد على نفي يبقى جملته تبقى مسبوكة بنافي يعتمد على استفهام يبقى مسبوك باستفهام يعتمد على مبتدأ يعني اسم الفاعل او صيغة المبالغة او اسم مفعول يعرف خبر يعتمد على موصوف يبقى يتعرب ايه يتعرب نعت صح كده طيب تعال نشوف ما مدنث قلب المؤمن طيب هنا فين اسم المفعول ولا اسم الفاعل ولا صيغة المبالغة في كلمة مدنس مدنس اسم مفعول غير سلاسي يا استاذ قبليه ما خلاص يبقى يعمل دل على الحلقة والاستقبال خلاص يبقى عامل هنا بقى في ملحوظة عايزة اقولها الابناء اسم الفاعل هي هتيجي في اللوحة اللي بعد كيه بس عايزة اقولها وانا بحل هنا اسم الفاعل يرفع فاعلا او ينسب مفعولا به او يعمل الاتنين يعني اذا كان هو جاي من فعل لازم يرفع فاعل بس من فعل متعدل مفعول يرفع فاعل ينسب مفعول لمفعولين يرفع فاعل وينسب مفعولين ده اسم الفاعل وصيغ المبلغ إنما اسم المفعول يرفع نائبا للفاعل يرفع نائبا للايه؟ للفاعل وإذا كان جاي من فعل متعدل المفعولين يبقى يرفع نائب فاعل وينصب مفعول به هيبقى مفعول واحد فقط لأن الأولاني خدت وعملت نائب فاعل ما مدنس قلب المؤمن؟ هنا يعمل من المدنس قلب؟ يبقى قلب هنا تبقى إيه؟ تبقى نائب فاعل أمسافر أخوك؟ أمسافر أخوك غدا؟ أمسافر اسم فاعل يا أستاذ دل على الحلقة والاستقبال ده حتى بيقول لي غدا ها معتمد على استفهام من اللي مسافر أخوك؟ يبقى أخوك هنا معمول اسم الفاعل ويتعرب فاعل المؤمن شاكر ربه يا أستاذ المؤمن هنا اسم فاعل بس دلت على ذات مش أطلعها المؤمن ها شاكر شاكر إيه؟ من اللي شاكر؟ ها المؤمن طيب هنا شاكر هنا تتعري بيه؟ ما هو ما فيش يا أستاذ لا استفهام ولا نافي وهنا دل على الحلقة والاستقبال آه هنا كلمة شاكر تقرب خبر يبقى معتمد على مبتدأ شاكر مين؟ شاكر ربه آه يبقى شاكر هو ربه يبقى المعمول الإزم الظاهر هنا لكلمة ربه هيبقى مفعول به المثال اللي بعده هذا طالب فاطن عقله فاطن هنا صيغة مبالغة على وزن فاعل وهنا تتعريب إيه لإنه ما فيش استفهام ولا نافي؟ تتعريب نعت لكلمة طالب لإنه هذا مبتدأ طالب خبر فاطن نعت يبقى معتمد على موصوف يبقى مين الفاطن عقله يبقى عقله هنا ايه؟ فاعل جاء الطالب راكبا خلاص راكبا دي حال يا أستاذ انت ما قلت لناش حال دي الحال هنا لو كلمة اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة جاءت حالا جاءت ايه؟ حالا أو جاءت ايه؟ خلي بالك أو جاءت منادة منوّن زي طالبا علما خلاص يبقى هنا بيعمل معايا يبقى جاءت طالب راكبا يبقى هنا بيعمل وهنا راكبا ايه؟ دراجة المعمول بتاعه دراجة هتبقى مفعول به نجيب كده بقى في أمثلة بعد ايه؟ ما نعرف الكلام اللي أنا قلته ان اسم الفاعل المعمول بتاعه بيبقى فاعل أو مفعول به يبقى المعمول بتاع اسم الفاعل يا فاعل يا مفعول به اللي هو الاسم الظهر اللي وراه صيغة المبالغة يا فاعل يا مفعول به إنما اسم المفعول بيبقى نائب ايه؟ فاعل بس أحيانا قلنا بيبقى مفعول به في حالة اللي هي الحالات اللي هي لما يكون الفعل متعدي لإيه؟ لمفعولين وهنروح بعيد ليه؟ زي ما نقول المتفوق ممنوح جائزة ممنوح هنا عامل نائب الفاعل ضمير مستدر تقديره هو عايد على المتفوق المعمول الظهر اللي بعده كلمة جائزة هتبقى مفعول ايه؟ به طيب مثاله العلم مانح طالبه قوة العلم مبتدأ منح هنا اسم الفاعل خبر يبقى اعتمد على مبتدأ دل على الحالة والاستقبال هيمنح من اللي هيمنح العلم هيمنح مين؟ طالبه يبقى طالبه مفعول به ما كاتوم سيغة مبالغة معتمدة على نفي دل على الحالة والاستقبال يبقى عاملة من اللي كاتوم أخوك يبقى أخوك فاعل هل ممنوح الفائز وجائزة؟ آه هنا بقى ممنوح اسم المفعول معتمد على استفهام من اللي ممنوح الفائز هنا نائب فاعل النائب فاعل جاي اسمه ظاهر هنا طب هيمنح ايه؟ جائزة جائزة مفعول به لان ممنوح ده من الفعل منحة اللي هو بمتعدل لمفعولين امثلة للتوضيح هذا الرجل مطقن عمله خلاص عايزك بقى تركز كده في التلات دروس هذا الرجل المطقن عمله فين المشتق هنا طالب قال لي يا استاذ مطقن ده اسم ايه يا استاذة متلغبط فاعل ولا مفعول هقولك مين مضمومة مطقن مكسور يبقى اسم فاعل كما ان هنا جملة فهمت ان هو اللي اطقن ماشي خلاص يبقى مطقن ده اسم ايه يا استاذ اسم فاعل طيب عايز اعرف عامل ولا مش عامل مفيش نافي مفيش استفهام لان هو نكرأ اعربه هذا الرجل آه مطقن هذا مبتدأ الرجل بدل مطقن خبر يبقى معتمد على مبتدأ يبقى مين اللي مطقن الرجل مطقن ايه عامله يبقى عامله ده المعمول وهيعرف مفعول به بص كده للاجابة هتلاقيه زي ما قلنا يبقى ايه اذا هنا هذا الرجل مطقن عامله اسم الفاعل مطقن ودل على الحال او الاستقبال معتمد على مبتدأ عامله او عامله مفعول به منصوب بالفتحة نشوف مثال اخر ارادن ضميرك عن فعلك او عن فعلك وقولك اسم الفاعل هنا رادن اسم الفاعل ايه رادن خد بالك هي اصلها رادي بس احنا اتفقنا اذا كانت معرفة بقال الفعل الناقص اللي هي زي دعا ماشي وزي رضا اسم الفاعل منه ممكن يبقى الرادي بالياء لو فيه الف لاب تثبت الياء لكن امتى تحذف لو هو نكرة غير مضافة نكرة غير ايه مضافة يعني نكرة وما فيش وراها مضاف اليه وفي نفس الوقت نكرة مرفوعة او مجرورة تتحذف الياء فهنا رادن هنا ايه ها رادن ضميرك رادن هنا طبعا هتبقى مبتدأ مرفوع يبقى على طول بحذف الايه بحذف الياء منها وحط تنوين بدلها اسمه تنوين العواد ها يبقى اسم الفاعل رادن اللي هي رادي ها عامل اه لانه معتمد على استفهام دل على الحال او الاستقبال وهنا ضميرك هنا المعمول هتبقى مين اللي راضي ضميرك تبقى فاعل بعد كده الحسود والناس مكروه اه سيغة مبالغة يا استاذ الحسود فيها الف ولم تعمل بلا شروط هيحسد مين هيحسد الناس طيب يبقى الناس هنا ايه مفعول بيه وسبب العمل مقترن بقل طيب كن شكورا رب العالمين اه كن كن هنا شكورا كن انت شكورا خد بالك المثال ده يدخل فيه كذا جملة اولا ممكن يقولك كان هنا تم ولا ناقصة لا كان هنا يا بهوات هتبقى ناقصة لان لها اسم اللي هو الضمير الايه المستتر وليها خبر اللي هو ايه شكورا طيب وشكور دي سيغة ايه مبالغة هي تعربت خبر يبقى معتمد على خبر دل على الحلقة والاستقبال حلو قوي من اللي شكور انت هتشكر مين رب يبقى رب ده المعمول اسم الزاير هنا هيبقى مفعول ايه به طيب ما اه واحد بيقول لي دي او استاذة ارها مهمل ولا مهمل ما ها انت عايزك انت تقول ما شيء من امور الدين في القرآن ينفع قول ما مهمل شيء من امور الدين في القرآن مهمل اولا مش ماشية مع الجملة ولا ما مهمل هي ما مهمل شيء اه اذا مهمل هنا اسمه مفعول وبيدل على الحلقة والاستقبال معتمد على نفي يبقى نائب الفاعل اللي هو كلمة شيء خلاص معموله نائب ايه فاعل هنا هل معروضة سلع في متجاركم طبعا معروض هنا اسم مفعول سبقى باستفهام دل على الحلقة والاستقبال من اللي معروضة السلع يبقى السلع هنا هتبقى نائب ايه فاعل طيب الفائز مرفوع رأسه اه الفائز مرفوع اسم مفعول حلقة والاستقبال بس ما فيش نفي او استفهام يا استاذ اعربها الفائز مبتدأ مرفوع خبر يبقى معتمد على مبتدأ يبقى على طول رأسه نائب ايه فاعل طيب دي بقى تدريبات نحوية على نظام اخر العام نشوف كده ما تحته خط يعرب خلاص هنلغبط كده الاوراق وهندخل لك الدروس كلها في بعضها انت لازم تعرف الجملة دي تبع اني قعبة مش هحددلك هو ما تحته خط يعرب سنظل نعمل ما ظلت الحياة وارد يجيب لك فعلي بتعرف في جملة عادية من السنين اللي فاتت حال او توكيد اه وارد لكن هنا هو بقول لك ما ظلت ظلت دي من اخوات ايه كانة حلو قوي ما ظلت الحياة اخوات كانة يبقى لازم تشوفها هل هي تامة ولا ناقصة سنظل نعمل نظل نحن ونعمل دي ناقصة ما ظلت الحياة من اللي ظلت الحياة ما فيش خبر اذا ما ظلت هنا يعني ما بقيت ما استمرت اذا الحياة على طول هنا ظلت يبقى فعل تام ويبقى الحياة هنا فاعل يبقى دي اجابتها شوف عشان تحلي دي مش مجرد تختار كده وخلاص تقعد تعمل قرعة عليها لا ده انت لازم تكون فاهم الجملة المحل الاعرابي للضمير نا على الترتيب بيتنا يبقى النافي بيتنا ساهرين حتى اضحينا والنافي اضحى الله خد بالك هي في محل رافع في الحالتين بس يا ترى بقى في محل رافع اسم باتة ولا اسم اضحى ولا فاعل نشوف بقى نعمل زي ما تعلمنا بيتنا لازم تاخد بالك ان بيتنا دي اصلا هي فعل باتة بس هنا في حالة لما اتصل بالضمير الرافع اللي هنا من ضمائر الرافع المتحركة لما اتصل بيها هنا حزف حرف العلة زي قالة بتقول قلنا وباتة بتقول بيتنا فاذا هنا دي باتة ماشي طيب من اللي بات احنا اللي هي انا بيتنا ايه ساهرين في خبر يبقى دي ايه يا شباب يبقى دي ناقصة يبقى انا في محل رافع اسم باتة حتى اضحينا من اللي اضحى احنا اضحينا يعني في دينا ساهرين لغاية تاني يوم لغاية الشمس ما طلعت وجيت ضحى خلاص الجملة تم المعنى تم مش بيحتاج خبر يبقى اضحى تم يبقى انا هنا فاعل يبقى انا اجابة الاجابة السفراء اسم باتة او ايه او فاعل يعني الاختيار لازم يكون عند الغصة اصبحنا واصبح الملك لله خلاص اصبح من الاصبح الملك اصبح ايه لله خلاص يبقى هنا اصبح ناقصة ليه اصبح التانية يبقى الملك هنا اسم ايه اسم اصبح طيب في الاولى بقى اصبحنا اصبحنا وخلصة الجملة اصبحنا واصبح عطفت جملة عليها هنا يبقى اصبحنا هنا خلاص يعني جاء علينا الصبح يبقى اصبح هنا التامة ويبقى انا هنا فاعل او في محل رفع فاعل من فكت خيوط السوب بحب اجيب المثال ده على طول عشان خاطر الطلبة بتوعنا لو شافوه في اي كتاب اللي ما كانوش بيتابعونا وبيتابعونا دلوقتي يبقى عارفين اجابته من فكت خيوط السوب احنا عارفين ان من فكت من اخوات ايه من اخوات كان ماشي بس لما تكون بتبقى بمعنى ما زالت يعني بتدي الاستمرارية لكن هي بقول من فكت خيوط السوب يعني بقولك ان خيوط السوب ما تفكتش يبقى اذا هنا مكونة من اداة نفي اللي هي ما وهنا انفكت اللي هي فعل عادي بمعنى تحلت يعني فاذا هنا او تفككت من بعضها يبقى اذا هنا من فكت من اللي من فكت خيوط السوب ما فيش خبر اذا هنا دي تامة ويبقى خيوط هنا فاعل ماشي من فكت خيوط السوب متينة اه هنا بمعنى بقى ما زالت شيلها كده وحط ما زالت ما زالت خيوط السوب متينة هنا الخبر يبقى الأولاني تام والتاني ناقص يبقى الإجابة بتاعة الخضراء ما زال الماء في الإناء وما زال الماء من الإناء عايزك تركز إحنا اتفقنا عارفين أن ما زال اللي من أخوات كان بتأتي دائما ناقصة بس لما يكون لها جملة تم بتاعتها ويكون بمعنى الاستمرار ما زال الماء في الإناء من اللي ما زال الماء ماله في الإناء خلاص هنا ما زال هنا على طول ناقصة اللي احنا نعرفها والماء هنا اسمها لكن مازال الماء من الإناء يعني عايز أقولك أن الماء ما خلصتش من الإناء مش اللي هي مازالة بتاعتنا إذن التانية هتبقى فاعل يبقى اسم مازالة وفاعل ويبقى مازالة الأولى ناقصة والتانية تامة لن أبرح مصر ما دوم تحياً ما احنا عارفين أن ما برحة بمعنى مازالة بس أبرح لوحدها أو برح لوحدها تبقى معنى غادرة فأنا بقول لن أبرح مصر يعني مش غادر مصر خلاص يبقى هنا أبرح هنا تعتبر فعل تام وليه فاعل اللي هو ضمير مصر التقدير وأنا ومصر مفعول به ما دمت حياً آه هنا ما دمت أنا ما دمت أنا إيه حياً وهنا ما دمت أنا حياً إذن ما دم هنا ناقصة يبقى تام ناقص الإجابة بتاعتي الأول تام والتاني ناقص تعاون الجميع فكان التقدم خلاص من اللي كان التقدم تمه يبقى دي إيه فاعل شوف المثال اللي بعده يظل الطائر يسعى حتى يبيت آه أنا مش عايز يظل احنا عارفين إن يظل هنا يظل مين يظل الطائر ماله يسعى خلاص يبقى هنا دي ناقصة حتى يبيت يعني يبات خلاص ما قال ليش يبيت إيه ما قالش يبيت سعيداً ما قالش يبيته حزيناً يبيته هو وخلاص يبقى يبيت هنا ده فعل إيه ده فعل تام يا أستاذ طيب ما أنا عندي في الإجابة ناقص ومضارع وتام ما هو يبيت مضارع يبقى التانية والإيه والتالتة على أساس أنه مضارع وتام طيب أكمل عسى اللاعبون هنا بقى على قواعد الاقتران عسى بيكسر الاقتران طيب يا أستاذ يعني تحط أن ماشي أو ما تحطهاش يعني ينفع قول أن يفوزون لا ما أنا لو قلت أن يبقى لازم أن يفوزوا يبقى دي شغلة معايا وممكن ما حطش أن يا أستاذ وأقول يا فوزون يبقى التانية والإيه والتالتة بدأ الطلاب نقطة عن الأسئلة بدأ بيمتنع اقتران ها خبرها بأن يبقى لازم ما فيش أن بس هقول بقى يجيبون ولا يجيبون أنا ما عنديش غير إيه اللي هي يجيبون يبقى هنا إجابتها يجيبون ماشي لأنه بيمتنع والفعل هيبقى مرفوع بصبوط النون حرى حرى يبقى لازم أن على طول تبقى أخد أن يفوزون يا أستاذ لا ما هو أن بتنسب يبقى هيبقى إيه هيبقى منصوب بحسف النون يبقى لازم أن يفوزوا يبقى أخد أن يفوزوا لاحظ أن هنا عمالة جيب لك تانية وتالتة أولى وتانية وعشان أنت الطالب متبرمج أولى وتانية ياخدها كلا هما سوابوا لا لازم تختار الإجابة الصح أنشأ الطلاب نقطة دروسهم هنا أنشأ بيمتنع لأنها من أفعال الشروع يبقى يزاكرون على طول إجابة واضحة جاء المعلم راكبا سيارة ربنا يبعت يبقى إذن هنا ما تحته خط يعرب إيه جاء المعلم راكبا سيارة في طالب بقى هيعرفه خلاص لا العرب مش بس كده تعرض أن تعرف سيارة دي مرتبطة بإيه سيارة مرتبطة في الجملة خلاص جاء المعلم فاعل وفاعل وراكبا ده الحال بتاع الجملة سيارة دي مرتبطة بكلمة راكبا فعلى طول لازم ذهنك يتبرمج إن راكبا ده اسم فاعل وعامل هنا لأن تعرفت حال الجملة ودل على الحلقة والاستقبال يبقى مين اللي هيركب المعلم اللي هي دامير مستطر تقديره هو عايد على المعلم هيركب سيارة خلاص يبقى الاختيارات هي فاعل لا مش فاعل ده هو اللي هيركب السيارة فبقت مفعول إيه به شوف الطالب يعني شوف الدنيا عاملة إزاي مفعول به آه مفعول به رغم إن ما فيش قبلها فاعل راكبا دي اسم بس هو ده اسم فاعل عامل نشوف جملة تانية يدعو المؤمن ربه لكي يصبح الفعل اسم فاعل اللي هو الفعل يدعو المؤمن إيه ربه فالطالب قال لي يا أستاذ يدعو لازم أجيب المواضي عشان أعرف هو سلاسي ولا غير سلاسي من الفعل دعا والفعل دعا سلاسي إيما في الحالة دي هيجي على وزن فاعل تمام بس ده فاعل ناقص يا طرح هتقول داعي ولا داعن أنا عندي أربع اختيرات دائع دي مستبعدة عندي داعي ممكن عندي داعي ممكن عندي داعية ممكن هعرب الكلمة أنا لما أقول المؤمن مبتدأ يبقى التي يجي بعدها خبر وما فيش وراء مضاف إليه ليه ما فيش وراء مضاف إليه لأن في المثال اللي فوق يدعو المؤمن رباه وكلمة رباه وإنا مفعول به فلازم أحافظ على المعنى فعشان تفضل مفعول به يبقى لازم أنوينها هاعتبارها مرفوعة وما فيهاش وراها مضاف إليه يبقى لازم أقوله إيه داعين يبقى الاختيار الصحيح داعين المؤمن راجن النجاة سبب عمل اسم الفاعل هنا إيه اللي هو راجن ماشي سبب العمل ما فيش يا أستاذ استفهم ولا نافي لأنه ناكرة طيب هو دلع الحلقة والاستقبل آه طيب هو عايز الاعتماد هو معتمد على إيه هعربه بقى هنا المؤمن مبتدأ راجن خبر يبقى معتمد على مبتدأ دي الإجابة بتاعت السؤال المؤمن داعين رباه لسه إلينها خلاص داعين اسم فاعل عامل يبقى هيدعو هو رباه مفعول به طيب عرفت طالبا يقزا عقله خد بالك ساعات سيغة المبالغة بتلغبة الطلبة لأنه يقولك مين اللي يقز ده الطالب يقز إيه عقله ده مفعول لا طبعا الكلام ده مش مزبوط عرفت طالبا يقزا ده سيغة مبالغة عاملة ماشي يقزا إيه العقل هو اللي يقز يبقى تتعارب فاعل طيب أنا ليه ما قلتش سبب العمل عشان هنقوله هو عرفت طالبا يقزا عقله سبب عمل سيغة المبالغة إيه إحنا متفقين إذا الكلمة ما فيش قبلها نافية أو استفهام اللي هي الكلمة النكرة وكانت دلع الحلقة والاستقبال أعاربها هتبقى خبر تبقى دلع معتمدة على مبتدأ نعت تبقى معتمدة على موصوف حال يبقى نفس القصة كأنها معتمدة على موصوف فهنا سبب عمل سيغة المبالغة نعرب عرفت أنا فعل وفاعل طالبا طبعا تقل فاعل هنا هي الفاعل طالبا مفعول إيه به ماله الطالب ده يقزا يبقى دي نعت يبقى معتمد على موصوف لا تكن مفضيا الأسرار سبب عمل اسم الفاعل وفي اسم فاعل آه طبعا لها كلمة مفضي من الفعل أفضى سبب عمله هنا اعتماده على إيه على نفي ولا استفهام ولا مبتدأ ولا موصوف نجيبها من الأول كده فيه هنا هنا بيقول لا تكن دي نهية لا أنا عايز نفي ما فيش نفي ما فيش استفهام هعربها لا تكن أنت مفضيا خبر خبر يبقى في الحالة دي يتمعتمد على إيه معتمد على مبتدأ طيب آخر مثال معنا ما محبوبة صفة الإهمال عشان يبقى أخذنا اسم المفعول معنا ما تحتوي خط يعرب صفة هنا مرتبطة بمحبوبة ومحبوبة هنا اسم إيه مفعول واسم مفعول إيه عامل لأنه اعتمد على إيه نفي ويدل على الحلقة والاستقبال وصفة هنا معمول اسم المفعول وده فعلي لازم عادي يبقى يعرب نائب إيه فاعل كده انت خدت مراجعة كل دروس اللي نحو بتاعة منهج الفصل الدراسي الإيه الأول خدنا تدريبات عليها وفي وقتنا هو اللي حكمنا إن إحنا ننهي حلقتنا فأشكركم أبناء الأعزاء على حسن استماعكم وأشكر زملاء العاملين بقناة مصر التعليمية على جهديم الوفير وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوءنا ومن كل داء وأن يكون النجاح وحليفكم دوما أيها الأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته